عايش في الدنيا عارف انا عايش فيها ليه هدفي واضح والدنيا هي الطريق لي جنة وفرد وصوص وحفا وحبيب وشتاكي يسقيني شفاعي يا الله صلوا عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيد دعاء حلقة النهاردة هي حلقة يوم الجمعة وجمعة مباركة عليكم مشاهدينا انتو كل حبيبكم وزي ما تعودنا النهاردة حلقة الجمعة بتكون حلقة خاصة من البرنامج بنتكلم فيها عن اروع القصص قصص القرآن مع ضفنا دكتور صالح الشواف وكنا خلصنا طبعا قصة سيدنا يوسف والنهاردة هنبدأ قصة جديدة مع نبي جديد قصة سيدنا سليمين برحب الضفة دعاء الاسلام دكتور صالح الشواف أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أستاذ دعاء ربنا أحفظك ويحفظ أستاذ المشاهدين وبنفكرهم كده في يوم الجمعة يعني زي ما بنعمل كل جمعة بأن يكتروا من الصلاة والسلام على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبنفكرهم بالحديث دايما اللي بنحب نقوله في يوم الجمعة سيدنا النبي بيقول إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعق فأكثروا من الصلاة والسلام علي فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت يعني أكلك الترام فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فأكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأنبياء تصله صلاتكم في قبره صلى الله عليه وسلم نبدأ بقى النهاردة قصة جديدة قصة سيدنا سليمان قصة جميلة جدا قصة سيدنا سليمان عليه السلام والحقيقة أن سيدنا سليمان يعني هو من الناس المميزين جدا في الخلق في الخليقة عموما إنه هو أوتي نعم لم يؤتها أحد من الخلق هو دعا ربنا بكده قال رب هبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أنا عاوزي رب حاجة تبقى ليها ما تبقاش لحد تاني خالص وبالفعل ربنا حققله دعاءه وأجاب نداءه وده الملك ما ادهوش لحد تاني خالص إلى يوم الناس هذا ولن يعطيه الله عز وجل لأحد قط وهو أن الله عز وجل سخر لسليمان الجن والطير والإنس الكون كله مسخر لسليمان الكون كله بين يدي سليمان مسخر مطيع لسليمان عليه السلام ودي حاجة ما حصلتش إلا لسيدنا سليمان عليه السلام ولذلك ربنا حتى سخر له الجن وينفذه أوامره ويطيعوا كلامه ويسمعوا أوامره سخر الله عز وجل له الطير تمتثي الأمره وضمن جيشه سخر الله عز وجل له مرضة الشياطين يطيعونه ويسمعون كلامه سخر الله عز وجل له الريح تنقله وتنقل جيشه وزنده إلى حيث أراده وإلى حيث شاء وعشان كده ربنا لنا والسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها شهر يعني الريح بتنقل سيدنا سليمان في المسافة في الوقت الغدو من الصبح للظهر الريح في الوقت ده بتنقله مسافة الناس بتقطعها في شهر كامل ولسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها شهر يعني سيدنا سليمان بالريح بيمشي في يوم اللي الناس بتمشي في شهرين بالريح فحاجة ما حصلت يقولها سيدنا سليمان عليه السلام وكمان يفهم لغة الطير ويكلم الطير ويتخاطب مع الطير غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر النحاس المذاب كان مزلل بين يدي سليمان كأنه الماء العز بالسهل فدي من ضمن تسخير الكون سيدنا سليمان وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بأمر رب ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ربنا بيقول يعملون له ما يشاء من محاريبة وتماثيلة وجفان كالجواب وقدور النراسيات الجن دول اللي ربنا سخرهم لسليمان كانوا بيعملوله حاجات البشر ما يقدروش يعملوها بيبنوله أصور ضخمة جدا وكبيرة جدا بيغوصوا في أعماق البحار ويطلعوله الآلق والدرر من أعماق البحار بيعملوا كل ده لسيدنا سليمان ولذلك ربنا قال لسيدنا سليمان والدود اعملوا آل داود شكرا اشكروا هذه النعم يا آل داود وهذه العطايا اعملوا آل داود شكرا وقليلوا من عبادي يا السكور وفيه جوانب كتيرة جدا في حياة سيدنا سليمان يا أستاذ وعي يعني سيدنا سليمان اتذكر في القرآن حوالي 16 أو 17 مرة في 7 صور من القرآن الكريم النهاردة هنقف كده مع صورة منهم وهي صورة النمل ربنا ذكر كده طرف وبعض من حكاية سيدنا سليمان في هذه الصورة المباركة ربنا بيبدأها بيقول ولقد آتينا داود وسليمان يبدأ القصة ولقد آتينا داود وسليمان علم وهنا وقفة كده ولقد آتينا يعني منحنا ووهبنا وأعطينا هنا السؤال من الذي يعطينا؟ ربنا من الذي يمنح؟ الله إنه الملك إنه الذي بيديه كل شيء فربنا في بداية القصة كده بيقول لنا خدوا بالكم كل اللي سليمان فيه دا هو داود أنا الذي أعطيتهم إياه طبعا وأنا الذي تفضلت عليهم فالمنعم هو الله عز وجل والمتفضل هو الله عز وجل وأي نعم احنا فيها من ربنا مش ربنا قال لنا يا أستاذ دعاء وما بيكم من نعمة فمن فمن الله سبحانه زل وتعالى فكل النعم اللي احنا فيها بتاعت ربنا وعشان كده لازم نشكر النعم دي عشان ربنا يبرك لنا فيها ويزودنا مش ربنا بيقول لنا لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولذلك تصدرت الآيات بهذه الآية ولقد آتينا وقد من أدوات التأكيد والتحقيق ولقد آتينا داود وسليمان علما يعني النبوة وقال أي داود وسليمان الاثنين في نفس الوقت الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين دا ما قالوش فضلنا على كل العباد إنما قالوا على كثير من عباده المؤمنين لأن في ناس أفضل من داود وسليمان من الرسل والأنبياء فعشان كده هم كانوا مؤدبين أو مع ربنا فقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير مجموعة كبيرة من الناس احنا أحسن منهم من عباده المؤمنين وهم هنا بيقترفوا بالفضل الربنا دي برضو نقطة يعني نقف عندها إنه لازم كلنا نحمد ربنا على كل النعم اللي ربنا مديهننا لأنه فيه ناس عندهم نعم كتير جدا جدا ومش بيفتكروا إنه هم يحمدوا ربنا بل بالعكس ممكن يكونوا بيبصوا دايماً للحاجات اللي نقص عندهم ومش بيحمد ربنا على النعم اللي موجود عندهم ودي مشكلة أستاذ دعاء إن كتير من الناس بيبصوا لنص الكبال فوضي ما بيبصش للنص المليان ما بيبصش للنعم اللي في حياته ما بيبصش لزوجة صالحة ما بيبصش لعيال بيخافوا عليه أو بيحبوه بتلاقيه بيبص الجانب معين ربنا ممكن يبتليه في جزء ما أو في أمر ما في حياته فتبقى حياته كلها سودة وحياته كلها ظلمة ويغفل الجانب الإيجابي في حياته ويغفل جانب النعم في حياته لكن سيدنا داود وسليمان كانوا واضحين جدا وبيقولوا بأعلى الصوت الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين كل اللي احنا فيه ده بفضل ربنا عز وزل كل اللي احنا فيه ده بفضل رب العالمين سبحانه وزل وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وبعدين الآية تنتقل بقى تقول لنا وورث سليمان داود وهنا السؤال على السيد دعاء ممكن بعض السيدة المشاهدين يسأل طب ازاي القرآن يقول ورث سليمان داود والنبي قال لنا أن الأنبياء ما بتورسوش قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما نتركه صدقة أي فلوس الأنبياء بيسبوها أي ورث الأنبياء بيتركوه يتوزع على الفقراء والمساكين فيش حد يورث الأنبياء فالعلماء ردوا على ذا بأن وورث سليمان داود يعني في العلم والنبوة والملك وليس في المال أنه صار نبيا بعد داود وصار ملكا بعد داود ولم يرث المال العلم ورث العلم والنبوة وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس ينادي سليمان على الناس ويجمع الناس ليحدثهم عن فضل الله عز وجل عليه وعن نعم الله عز وجل عليه ويقول يا أيها الناس علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين والحقيقة أنا الآية دي والسلام دعاء لي وقف معا إن سيدنا سليمان في الآية دي كان في غاية الأدب مع ربنا كان مؤدب جدا مع رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الناس اسمعوا وتأملوا في اللي أنا أقول لكم علمنا منطقة الطير ما قالش أنا بعرف لغة الطير أو أنا بفهم لغة الطير أو أنا بتكلم مع الطير ما قالش كده إنما قال علمنا يا ربنا علمونا واللي فهمني كده هو ربنا مش أنا مش بزكائي ولا بشطرتي ولا بعقلي إنما نسب الفضل إلى صاحب الفضل ورب العالمين سبحانه وتعالى ولذلك قال علمنا منطقة الطير وبعدها قال إيه قال وقوتينا من كل شيء ما قالشه عندنا من كل حاجة أو إحنا أغني أو بنملك من كل شيء إنما قال وقوتينا اللي ادالنا برضو هو ربنا واللي اعطلنا هو ربنا بعض الناس بتنسى ده بعض الناس بتنسى أن كل حاجة بإيده وكل الكون ده بتاعه وما بيكم من نعمة ينفمين الله سبحانه وزيلا وتعالى سليمان كل شوية فكر نفسه ده كل شوية فكر نفسه أن دي بتاعت ربنا الملك ده بتاعه والعلم ده هو للدهولي والنعم دي بتاعته سبحانه وزيلا وتعالى لو الإنسان يا أستاذ دعاء استحضر المعاني دي إن كل النعم اللي هو فيها فضل من ربنا والله ما يعصى ربنا أبدا بالنعم اللي ربنا دعا سبحانه وزيلا وتعالى لشان كده كان سيدنا سليوان دايما يفكر نفسه بده يا أيها الناس علمنا منطقة طيب وقوتينا من كل شيء وكل شيء كل عند علماء اللغة بتفيد العموم الشمول بس المراد هنا في الآية دي من كل شيء يعني من كل ما جرت العادة أن يؤتاه الملوك يعني عندنا من كل حاجة الملوك موجود عند الملوك قال وقوتينا من كل شيء وفي الآخر برضو في النهاية إن هذا هو الفضل المبين ده فضل ربنا الفضل الواضح المبين يعني الواضح البين دخيره وعطاءه سبحانه وزيلا وتعالى إن هذا هو الفضل المبين بداية القصة بتبين لنا شكر داود وسليمان لرب العالمين واعترافهم بالفضل ربنا وإن ربنا هو اللي ادالهم النعم دي وهو اللي سخر لهم الجبال والطير والريح والجن والإنس الله الذي أعطوهم كل هذا الكاميرا القرآنية دعاء تنقلنا إلى مسهد آخر تمام فتنتقل من هذا المسهد من شكر داود وسليمان لرب العالمين واعترافهم بالفضل إلى مشهد جيش بأكمله يجتمع مع سليمان قال رب العالمين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حشر في اللغة العربية بمعنى جمعة وحشر لسليمان جنوده يعني جمعة الجنود بين يدي سليمان الجيش كله مجتمع بين يديه طب يا رب الجيش دا مكوّم من إيه؟ الجنود دول عبارة عن إيه بالضبط؟ أما ربنا قال لنا من الجن والإنس والطير يا الله على هذا المشهد يسير سليمان عليه السلام في مشهد مهيب الجن والإنس من وراء ظهره والطير من فوق رأسه مشهد مهيب وعظيم جدا لهذا النبي الملك لأن سليمان كان نبيا ملكا وسيدنا النبي خير بين النبوة والملك وأن يكون نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا وقال أن أخاه سليمان قد دع الرحيم الرحمن فقال رب هبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ولذلك النبي اختار أنه يكون نبي عبد وليس نبي ملك يمشي سيدنا سليمان في المشهد المهيب دا أستاذة دعاءة عبد يعني عبد من عباد الله عبد من عباد الله عز وزيزان نعم عبد لله عز وزيزان يمشي سيدنا سليمان في الموكب المهيب دا الجن والإنس وراء ظهره والطير فوق رأسه وحشر لسليمان زنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يوزعون يعني يستمعون بين يديه وبعض العلماء قال يوزعون يعني يدفع بعضهم بعضا لكثرتهم ولشدة زحامهم بين يديه سليمان فهم يوزعون بين يديه وقيل يوزعون أن ينتظمون في صفوف أمام سليمان عليه السلام جيش منظم وده القول اللي بتطمئن إليه النفس وتميل إليه النفس إن جيش سيدنا سليمان كان جيش نظامي منظم كل حد عارف مكانه وكل شخص عارف مكانه وعشان كده سيدنا سليمان كان بيقدر يكتشف غياب أي حد من الجيش ده بسهولة لأنه جيش منظم عشان كده ربنا قال فهم يوزعون يمشي الموكب ده أستاذ دعاء ويتحرك الموكب بتاع سيدنا سليمان ويمشي في مشهد ضخم مشهد مهيب عظيم جدا وهم ماشيين يدخلهم وادي اسم وادي النمل وادي كله نمل فربنا يقول لنا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون يا الله على الآية دي يا الله على الجمال والإبداع اللي في الآية دي يا أستاذ دعاء حتى إذا أتوا على وادي النمل الوادي لا يسمى في اللغة العربية وادي إلا لكثرة الشيء الذي يسمي باسمه فيه فلما ربنا يقول لنا حتى إذا أتوا على وادي النمل يبقى الوادي ده مليان بالإيه؟ مليان بالنمل فربنا يقول حتى إذا أتوا على وادي النمل يدخل سليمان إلى وادي النمل وسيدنا سليمان بيفهم لغة الحيوانات والطيور فيسمع النملة تنادي في قومها صرخة نزير ونداء تحذير ونصيحة من نملة محبة لقومها تخاف عليهم ترجو نجاتهم وتخشى هلاكا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة وقفت هذه النملة لتنادي بأعلى صوتها في قومها وكأن بواد النمل يجيبوها ما الأمر ما الخطب إيه الموضوع؟ بتنادي علينا لي؟ قالت ادخلوا مساكنكم ادخلوا الجحور بتاعتكم طب ندخل ليه مساكننا يعني؟ شمعنا النهاردة يعني ما احنا كل يوم لنا معاد معين بندخل فيه فإيه اللي حصل النهاردة؟ أما اتقلت لهم لا يحطمن لكم سليمان وزنوده سليمان هيدوس عليكم هو الجنود بتوعه والجيش بتاعه طب ويحطمنا ليه يعني احنا عملنا له إيه؟ ليه الظلم ده يعني؟ أما اتقلت لهم لا وهم لا يشعرون هو مش شايفكم؟ مش شايفكم اصلاً اه هو لو شايفكم مش يعمل كده بس هو مش شايفكم لا يحطمن لكم سليمان وزنوده وهم لا يشعرون علماء البلاغة أستاذ وعاء وعلماء اللغة العربية بيوقفوا عند كلام النملة ده معجبين بيقوي وبيقولوا ان النملة دي اتكلمت بعدة أنواع من أنواع الخطاب في اللغة العربية فبيقولوا ان هي نادت استخدمت النداء قالت يا أيها النملة فنادت أيها عوزة ايه؟ أما اتقلت لهم ادخلوا مساكنكم فأمرت طب ندخل مساكننا لي ام اتعللت عللت قالت لا يحطمنكم سليمان وزنوده لا احسن يدوسوا عليكم هي دي طب ليه يعمل كده معانا ام اتلت لهم وهم لا يشعرون فاعتذرت مش شايفين مش شايفين مش شايفون فوقوا أصلاً فنادت وامرت وعللت واعتذرت أربع أنواع من أنواع الخطاب عند علماء اللغة يا أيها النملة ده تخلوا مساكنكم أمر لا يحطمنكم سليمان وزنوده تعليل وهم لا يشعرون اعتذر وانا اسمحيلي يا أستاذ دعاء كده أقف وقفة سريعة مع قصة من ضمن الوقفات مع قصة إنهم يا أستاذ دعاء إن الواحد يحب الغير اللي هو يحبه لنفسه هي النملة دي يا أستاذ دعاء ما كانتش تقدر لما تشوف سيدنا سليمان جاي هو الجيش بتاعه تهرب خلص الموضوع بس خلص تدخل الجحر بتاعه تدخل بتاعه لوحدها لوحدها ما لهاش دعا بقى بقية الوادي اللي ينجو ينجو اللي سيدنا سليمان يدوس عليه هو حر بقى ما عملتش كده إنما خافت على قومها من الهلاك ودي رسالة النهاردة لكل الناس نحن نحب بعض ونخاف على بعض وما نقزيش بعض سيدنا النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام والسيد دعاء قال لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبوا لنفسه نحب الخير لبعض هو ده نحب كلنا إيه ولما يكون أخيها في سعادة أنا أكون في سعادة ولما يكون في خير أنا أبقى فرحان ليه المشكلة أستاذ دعاء إن البعض مننا ما بيفكرش إزاي هو إزاي أن ننجح زي الأستاذ دعاء ما هي إعلامية ناجحة إزاي يكون أنا إعلامي ناجح زيها هو ما بيفكرش في كده هو بيتدايق فبيفكر إزاي يعني يحاول يكون سبب فشل للأستاذ دعاء في مجال الإعلام طب لRhês ما تنجحش أنت في مجالك يعني ليه ما تحاولش تبقى إنسان ناجح زي الآخر بدل ما يكون كل هدفك إنك تفشل الآخر أو إنك توقع للآخر فدي مشكلة عند البعض وسبحان الله يعني الواحد كده اتعلم في الدنيا اللي بيحاول يعرقى لحد هو بيعرقى لنفسه أو الله سبحان الله منحفر حفرات اللي أخي وقع فيها سبحان الله فعلا هتحاول تأذي حد إنت اللي هتأذي فعلا هتحاول تساعد حد ربنا يساعدك ويساعدك صح وعسان كده النملة علمتنا الدرس ده سبحان الله إن نحب الغيرك اللي تحبه النفس نطلع فاصل ونرجع نكامل تاني قصتنا بعد الفاصل موسيقى رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وبنكمل قصتنا النهاردة مع سيدنا سليمان ووقفنا عند قصة النملة النملة وإن هي حبت لغيرها اللي هي بتحبه النفسها فنحب الخير لبعض الوقفة التانية مع قصة النملة والستاذ دعاء إن ما تصدرش المشاكل للناس بس ولما تتكلم في مشكلة دل للناس على الحل النملة عملت كده قالت لقهم المشكلة وعرفتهم الحل قالت يا أيها النملة قالت لهم سليمان جاي في الطريق على الوادي بتاعكم ولو وصل الوادي كده هيدوس عنيكم وهيموتكم ولو عاوزين تنجوا من سليمان ادخلوا مساكنكم فقالت لهم المشكلة ودلتهم على الحل ما عقدتش الموضوعه بس للأسف ببعض الناس أساد زاء والستاذ دعاء إنهم يصدروا المشاكل إنهم يبينوا الجانب السلبي إنهم يبينوا الجانب المظلم وسيدنا النبي بيقول لنا ما تعملوش كده بيقول لنا من قال هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلكهم فلما تطرح مشكلة حاول تطرح معاه الحل أو فكر على الأقل مع الناس في حلول لكن ما تصدرش الجانب المظلم فقط للناس ما تصدرش الجانب السلبي خليك دايما إيجابي وخليك دايما متفائل وخليك دايما عندك طموح أن المشكلة دي هتعدي وأن المشكلة دي هتتحل النملة عملت كده قتلهم سليمان جاي لكم ولعزين تونجوا منه دخلوا للجحور بتاعتكم خلص الموضوع على كده قالت المشكلة ودلت على الحل قالت لا يحطي منكم سليمان وزنوده وهم لا يسعرون يبقى الوقفة الأولى حب لغيرك اللي تحبه لنفسك الوقفة التانية إذا طرحت المشاكل فاطرح معها الحلول لا تصدر المشاكل وفقط الوقفة التالتة مع قصة النملة التماس والأعذار للناس وإحسان وظن بهم النملة ما قالتش ده سليمان ده ظالم ليه يعمل معانا كده وليه ما قالتش كده إنما قالت لا يحطي منكم سليمان وزنوده وهم لا يسعرون قتلهم سليمان مش شايفكم ولو كان شايفكم ما كانش ممكن يعمل كده أبدا ولا يدخل الوادي بتاعكم أصلا فالنملة التمسة العزر تسيدنا سليمان وده اللي احنا محتاجينه بيننا وبين بعض إن نلتمس الأعذار لبعض ونحسن الظن ببعض ربنا قال لنا أستاذ دعاء اجتنبوا كثيرا من الظن وربنا قال لنا إن بعض الظن اسم وسيدنا النبي قال لنا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث يعني ما تظنش في غيرك ظن سوء وما تفترضش في اللي قدامك إنه هو سيء إنه أو إنه هو عاوز يأذيك أو إنه هو مددأ منك يعني افترض في اللي قدامك الخير وإفترض في اللي قدامك إنه حتى لو عمل حاجة غلط هو مش قصد يأذيك هو مش قصد يأذيك لو اتعاملنا مع بعض يا أستاذ دعاء بالمشاعر دي والله العظيم محدش فينا هيدايق التاني وكلنا هنتعامل مع بعض بتسامح وبرحمة وبرف ولين ودي الفوائد اللي احنا عاوزين نطلع منها من قصص القرآن إحنا القصص دي ما بنقول عايز كده حكاية أو تسلية إنما عشان نطلع الفوائد دي والعظات دي لأن القرآن كله عظات والقرآن كله دروس والقرآن كله عبر وربنا لما قص علينا قصص الأنبياء قصها علينا قال لنا لقد كان في قصصيهم عبر عظة وعظات وعبر ما ربنا ما ذكرش احنا ربنا في حوالي 120 ألف نبي ورسول يا أستاذ دعاء لم يذكر منهم إلا حوالي 20 رسول ونبي في القرآن الكريم ولم يستطرد في ذكر إلا تقريبا 11 نبي ورسول اللي ربنا استطرد في ذكر أخباره فربنا ما قالش أخبار الأنبياء دول عبثا إنما قاله الله عز وجل لأن فيها حكم وفيها حظات فلما نقرأ الآيات دي بتاع النملة وسيدنا سليمان نطلع بالفوائد دي حب لغيرك اللي تحب لنفسك ما تصدرش المشاكل وبس حاول توصل الحلول التمس الأعذار للناس وخليك حسن الظن بالناس ولا تسيء الظن بالآخر سيدنا سليمان واقف سامع الخطاب ده أصيب بإعجاب شديد من هذه النملة البليغة الفصيحة التي تكلمت بهذا الخطاب البليغ ربنا بيقول لنا عن سيدنا سليمان في المشهد ده فتبسم ضاحكا من قولها محجب بالفصاحة والبلاغة وإزاي نادت وأمرت وعللت واعتذرت وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا الله على سيدنا سليمان افتكر أنه هو يشكر ربنا الله عليك يا أستاذة واعي لأنه هو فهم النملة سبحان الله الله على حضرتك الرسالة وصلت فسيدنا سليمان أول ما شاف النعمة دي قال له يا رب ليك الحمد يا رب أنك عرفتني وفاهمتني لغة الطير والحيوانات فسمعت النملة بتقول إيه وسيدنا سليمان لما هنكمل القصة كده إن شاء الله أستاذ واعي في كل الأحداث يفتكر ربنا وفي كل الأحداث يذكر نعمة ربنا عليه سبحانه وزيلا وتعالى فربنا يقول لنا فتبسم ضحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ومش بس علي وعلى والدي ومش بس كده بقول له يا رب بقى دليني وسعيدني يا رب أن أعمل حاجة ترضيك يا رب عني وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ثم ثم تنتقل الكاميرا القرآنية أستاذ دعاء إلى مشهد مغاير تماما هنسيب النملة والنملة والحكاية بتاعتها مع سيدنا سليمان ونروح لمشهد مختلف تماما ربنا بيقول لنا فيه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ربنا بيقول لنا أن سيدنا سليمان وهو بيتمم على الجيش عنده تفقد الطير قدامه قلنا الجيش بتاعه جن وأنس وفوق راسه إيه طير يعني فعلا ملك ما فيش حد في الدنيا كان زي سيدنا سليمان ما حصلش يعني لو قلنا النهاردة أن بعض الدول عندها أسلحة نووية وعندها مش عارف إيه وحقا كلام داخل مفيش ولا حاجة إن كون يتسخر دي حاجة تانية ده جن وإنس وطير وريح جن وإنس وطير وطور وريح والحيوانات كلها كل حاجة والجبال بتسبح معايا لغاتهم لا سبحان الله ملك عظيم جن عشان كده قال لا يمدغي لأحد من بعد لا فعلا سيدنا سليمان هو بيتمم كده على الجيش ودي من الأعجيب في زكاء سيدنا سليمان وقوة بديهته وعقله إنه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد يعني حقيقة ده الطير من ضمن الألاف حضرتك متخيلة هذا العدد الهائل والضخم من الجنود جن وإنس وطير ويلحظ إن فيه هدهد بغيب من الموضوع ده كله وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فين الهدهد العلماء اتكلموا إن الهدهد ده بتاع سيدنا سليمان كان هدهد معروف ومميز ما كانش زي بقيت الهدهد وقالوا إن لو كان هدهد عادي ربما ما كانش يلفت نظر سيدنا سليمان أو ما ياخدش باله قوي إن فيه هدهد مش موجود لكن قالوا إن سيدنا سليمان أخذ باله من غياب الهدهد ده عشان الهدهد ده كان هدهد مميز مقصود بذاته محدد بعينه وليس كسائر الهدهد ولذلك الله عز وجل جاء بالألف واللام التي تفيد التعريف عند علماء اللغة فقال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود يعني ليس هدهداً عادياً إنما هدهد محدد بذاته مقصود بعين والهدهد يا أستاذ دعاء علماء الحيوان بيتكلموا إنه هو ربنا تداله قوة إنه بيقدر يعرف مكان المية تحت الأرض فكان الهدهد لما سيدنا سليمان يسافر بالجيش بتاعه الهدهد هو اللي يعرفوا إن في المكان ده مية عشان يعملوا بير يعني يشربوا مقصود بالضبط يكلم في سقيا الماء أيوة فلذلك سيدنا سليمان لاحظ غياب الهدهد فقال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين إزاي غيب بدون ما يستأذني إزاي ما ياخدش إذن مني وده رسالة لكل مسؤول إنه لازم تهتم بكل الناس اللي معك ولازم تاخد بالك من كل الناس اللي شغالين معك وده اللي سيدنا سليمان عمله قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين إزاي غيب بدون ما يستأذني إزاي ما عرفش خط السير بتاعه طب ماذا أنت فاعلهم مع الهدهد يا سليمان وقد غاب عنك بغير إذنك هتهمل معا إيه أم قال لنا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن العلماء قال لك لا أعذبنه عذابا شديدا قالوا العذاب الشديد عن سيدنا سليمان هو أنت فريش قال يعني هنت فريشه وعقبه أنه معادش يطير تاني خلاص فيبقى ده العذاب الشديد وده عذاب شديد جدا على الهدهد قال لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو هذبحه خالص لو عمل إيه كان غيابه عني ده بدون عذر أو دون مبرر طب مفيش حل يعني يا سليمان بدل ما تتعذبه أو تذبحه أم قال لهم لا في حل أو لا يأتيني بسلطاني مبين السلطاني المبين يعني العذر الواضح البين المقبول يجي لي كده بسبب مقنع يقول لي هتأخر عني لي أو مجاش لي في الحالة دي أنا هسامحه آيات عظيمة جدا 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 إحنا بقى إيه؟ عايزين نقف عند القصة هنا وما نقولش دلوقتي الهدهد بقى عمل إيه؟ طي المرة الجاية نعرف الهدهد جاي بالحجة يعني لسيدنا سليمان ولا سيدنا سليمان فضل غضبين ويطرة كان معي حجة مقنعة فعلا تخلي سيدنا سليمان يعفو عنه؟ ولا لأ؟ ولا لأ؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لكن دلوقتي بقى إحنا هنشوف كده مع مشاهدينا تقرير من تقرير مؤسسات السوق المقوى التقرير ده أنا نزلت فيه من نفسي لمشروع وقف النخيل الوقف لله في وادي النطرون والحقيقة كانت تجربة جميلة جدا جدا نشوفها مع بعض ونرجع نتكلم عنها موسيقى أنا موجودة النهاردة في الصحرة دي الصحرة دي هي في وادي النطرون وأنا طبعا موجودة مع مؤسسة سوقيا الماء وقرية النخيل مؤسسة سوقيا الماء في وادي النطرون جيت ليه؟ جيت علشان أكون على أرض الواقع أنا اتبرعت بصدق نخلة لله واقف لله فجيت علشان أشوفها بنفسي أزرحها كده بنفسي وأطمن عليها وربنا طبعا يتقبل موسيقى دايما في أي رقاء عندنا أو أي كلام بنتكلم معاك أو فيه بنقول إن إحنا مستعدين في أي لحظة إن حضرتك تيجي معنا وتتطمن على صدقتك بنفسك معنا النهاردة بقى الأستاذها دعاية الإعلامية الكبيرة وبعد ما تبرعت معنا بأول نخلة فهي جد بنفسها علشان تشوف وتتطمن أستاذ دعاية إحنا براحة بحضرتك بقى أفقاري تسوكي الماء وعايزين نعرف من حضرتك إحساسك وشغالك بعد ما جيت بنفسك هنا طبعا أنا سعيدة جدا وزي ما دايما بنقول في الحلقات إن الناس كل واحد بيتبرع بيطلع صدقة يجي بنفسه يشوف الصدقة بتاعته راحت فين فأنا حبت إن أنا أجي بنفسي وأشوف علشان يعني يكون عندي مصداقية فعلا وهي دي اللي أنا حاستها النهاردة مع مؤسسة سقيا الماء إنه على الأرض فعلا الأرض موجودة النخل موجود اتزارع المجهود اللي بيتعامل الخطة اللي بعد كده أنا سعيدة جدا إن أنا جيت النهاردة وزارعت النخلتي بنفسي طيب عايزين نعرف من حضرك برضو هل المؤسسة قالت لحضرك حاجة وما تنفذتش أو يعني مدى المصداقية والشاف فيها في المؤسسة أو الاتفاق مع حضرك من كلام المؤسسة معك إنه أنا حبيت إن أنا أنا طبعا عجبتني الفكرة جدا بتاعت المؤسسة بتاعت الوقف للنخل قرية النخيل بتاعت سقيا الماء إحنا هنا طبعا فوادي النترون حبيت الفكرة جدا هي الفكرة بسيطة إن الواحد مثلا النخلة دي بأربعة تلاف جنيه صدقة جارية أربعة تلاف جنيه النخلة دي تبقى وقف تفضل بقى طول العمر وقف لله تطلع كل سنة الأرباح بتاعتها هتبقى حوالي تمن تلاف جنيه وكل سنة الفلوس دي كل واحد بيختار تتحط فين يعني اللي عايز بقى أنتوا قلتوني مثلا ممكن في قبار المية صح؟ بالزبط ممكن في الأخل تاني بالزبط وصلات المية أو النخلة أو الأسقف أو المدارس أو المستشفات أو أي حاجة أنا حبيت اختارت يعني معهد الأورام مستشفى سرطان الساد ويعني الحقيقة يعني أنا سعيدة جدا لأنه الفترة كانت قليلة على طول في نفس الشهر اللي أنا اتبرعت فيه جيت ولقيت النخلة اتزرعت ويعني النخلة كتير بصراحة ما شاء الله حتى كنا لسه آخر تقارير زعناها في البرنامج كان يمكن كم مرة بس بالزبط دلوقتي الممرات لحد الآخر الأرض ما شاء الله بتاعت النخلة طيب أخيرا بقى عايزين رسالة من حضريك بقى أنت برعين سقيا الماء حضريك تؤديلهم النسارة كده إنه يعني بجد الواحد لما بيطلع صدقة بيكون سعيد جدا يمكن أكتر من اللي بعد كده هيستفيد بيها يعني دايما أحس إن الواحد هو بيطلع الصدقة بيديها بيبقى سعيد وحاسس كده برحمة ربنا يمكن يكون أكتر من فرحة اللي هيخدها فمحدش يحرم نفسه من الفرحة دي والمتعة دي محدش يحرم نفسه من السواب ده وطبعا الحاجات بالذات اللي هي بتبقى وقف كده لله أو صدقة جارية دي بتبقى جميلة الواحد يعني يلحق يعملها لنفسه في عمره وهو عيش ويعملها لأي حد طبعا اتوفى من أهل والأب أو الأوم أو أي حد وربنا يتقبل من الجميع وأنا يعني جيت بنفسي وشفت مصدقية مؤسسة سوقيا الماء وطبعا دي حاجة مهمة جدا جدا يعني احنا بنشكل حدريك جدا وربنا يتقبل منك يا رب ويتقبل من كل المتبارحيني الكرام وزي ما حدريكو شفتوا ان احنا الحمد لله دايما بنقول حدريك تعالى واتمنع على صداقتك لان احنا دايما الشفيفية والمصدقية هي السبيل اللي بنقود ربنا يتقبل منكم قرية سوقيا الماء دوابة خير وحياة كريمة للأسر الفقيرة سقوخ الخير في قرية سوقيا الماء مش بس صداقة جارية دي سقوخ حياة حياة لأسر فقيرة اللي بصداقتك وزكاتك عن وفر لهم مصدر للدخل اللي يقدروا يعيشوا عليه حياة كريمة مؤسسة سوقيا الماء نعمل من اجل الانسان موسيقى 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 اشتركوا في القناة